أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن النظام الإيراني لم يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تدعوه للكشف عن برامجه النووية والصاروخية المثيرة للجدل وقال المجلس إن هناك أكثر من عشرة مواقع سرية غير معلن عنها ناشطة في إنتاج وتجريب وإطلاق الصواريخ الباليستية تقول جماعاتهم للمعارضة الإيرانية في واشنطن إن طهران تتوسع في برنامجها الصاروخي وإن حوالي 42 موقعا صاروخيا تنتشر في أنحاء البلاد ويقول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن طهران أنشأت قوة جديدة باسم قوة الفضاء الجوي وهي تتبع الحرس الثورية الإيراني للإشراف على البرنامج الصاروخي الغرض الوحيد من التوسع الصاروخي الإيراني في اعتقاده وتهديد جاراتهم ليس لديهم غرض سوى تهديد جيرانهم في المنطقة ودول الخليج العربي ويقول الخبراء إن الحل الوحيد الفعال هو ضرورة تغيير نظام الحكم في طهران وإن هذا النظام يواجه بالفعل مشاكل داخلية عميقة ما بين التحديات السكانية وتفشي الفساد وإلى أن يتحقق تغيير النظام يدعو الخبراء والمعارضة الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوتين أولا فرض مزيد من العقوبات على النظام لتجديد القيود على البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات الإرهاب والوضع الداخلي وثانيا تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية ويرى الخبراء أيضا صلة قوية بين التوسع في البرنامج الصاروخي الإيراني وبين البرنامج النووي لأن الصواريخ تهدف إلى حمل رؤوس نووية بدراسة خارطة مواقع الصواريخ الإيرانية نجد أن معظم هذه الصواريخ تتركز على الجانب الغربي من إيران وفي الجانب الشمالي أيضا في مؤشر واضح على أن هذه الصواريخ موجهة بالدرجة الأولى نحو الدول العربية ودول الخليج العربي فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة عاطف عبد الجواد تلفزيون المملكة العربية السعودية واشنطن